اشتركوا في القناة في الديئة 6 تقريبا واحرز الهدف الثاني حسين الشحات من كرة جميلة جدا 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 هجمة مرتدة تصدى لها محمد الشناوي بعدين راحت لأليو ديانج انطلاقة قوية من ناحية اليسار يضرب مسيادة التسلل وينطلق حسين الشحات ويراوغ مرة واثنين ويضع الهدف الثاني للنادي الاهلي ليتقدم النادي الاهلي في الشوط الاول من مباراة الوداد المغربي اليوم 2-0 لتصبح النتيجة 4-0 مجموع المباراتين 2-0 في المباراة الاولى والشوط الاول 2-0 اصبحت النتيجة 4-0 اصبحت المهمة مستحيلة على نادي الوداد المغربي مباراة قوية جدا من النادي الاهلي هدوء اعصاب اتزان دفاعي اتزان هجومي نادي الوداد بيلعب على ضرب مسيادة التسلل وفي الهدفين الاول والتاني ضرب الاهلي مسيادة التسلل ليحرز حسين الشحات الهدف التاني ومروان محسن الهدف الاول مباراة قوية جدا للنادي الاهلي يثبت النادي الاهلي ان فوزه في المباراة الاولى ليس بالصدفة ولكن استمرار لتفوقه في بطولة افريقيا وتفوقه على نادي الوداد المغربي ويضع قدما في المباراة النهائية النادي الاهلي في انتظار مباراة الرجاء والزمالك باذن الله المباراة الاخرى في نصف النهائي ياريت تدعمونا بلايك للفيديو واشتراك في القناة وتوقعاتكم للشوت التاني من مباراة النادي الاهلي مع الوداد المغربي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته